السلام عليكم معكم القيدي فؤاد مدينت فاس نشكر فاس نيوز ميديان على الاستدافة وعندي مشكلة نجري على المشكلة لأساري المرتي وبنتي يعني كان هنا نجري ونجري أي واسلة لنصل لشي نتيجة دي مال ملف ديالي يصل لحافظ أو دي ما كد نصل لحافظ هبط النياب العامة أكثر من الربعات او خمسة الاخترات المؤخرا في 2023 يجري اخطرات هبط هادي هاية في النياب العامة رئاسة نياب العامة وهالخورة هي في رئاسة نياب العامة ما هتا هي وما تدرش لي حل يعني كان هبط وكان يطلع المدينة جديدة وكان يقول للمشي عند الوكل المالك قلت انه يصلول يعني ان النياب العامة فشرة بطل عندها مؤخرا اخر مرة بطل عندها اعطيتني السيطة لي ميساج في التليفون قلت لها الرقم بديل تتبع وهذا الرقم الشيكاية طلعت لها السيد الوكيل اللي عام اللي عند الكاتبة الخاصة ديالو قلت لها الرقم مو هاتش اللي اعطاني اللي جاتني من رئاسة نياب العامة وده ببغيت هاد الناس اللي كان طالبهم اللي مواجهة قلت لي سيرتا اعطو عليك يعني بقيت كانت سنة واحد لمدة وما عطاله علي كمشي ديما المحكامة وترى اعطونا نهارد المواجهة مع مروم عطونا نهارد المواجهة يعني وش هاد الناس ما بغينا نعرفو هاد الناس اللي يكون هوما او لا ده الناس عصابة ولا مافيا ولا شهن هما ده الناس بالحتيال يعني بغينا عرف بالضبط من انا كنت توجه لصاحب الجللة شخصيا باش يشوفوا نحل هاد الناس ديل المدينة جديدة الواكل العام ووكل المالك ورئاسة نياب العامة من الرباط بغيت احل. انا بغيت ولم نرى المشكلة لي، لم أتوقع منكم في جديدة ولم يرستيبون في المضاف جديدة ثم نعيشت كان يحدث على الوضعي ولم تعمل أكثر على الأشياء لم يكن عادتها عن الوضعي، لم تعملに buen job ولم أحسس أنت في المحكمة وتعالى حسابة الدوسة وأحسسوا من شيء لأن والدي يسامح عن أمريك لأنني في مدينة جديدة ومع الوضعي ويحصلوا عليهم فقط إذا كان الأمر مريض سيكون السبب بطل المدينة جديدة لماذا لا يقوم بحل المدينة جديدة انا اطلب حل المشكلة انهم يستدعوا هذه الناس لمواجهة وندخلوا البحث ويقوموا بحث في القضية ونخرجوا من القضية يعني انا كنت سبق ونجري لا اعرف ان الناس كيف يدعوا عليها فلوس لم يكن فهمش بالضبط يعني اول مرة او اخر مرة يعني لماذا الناس لا يدخلوا لمواجهة لماذا لا يدخلوا انويةهم النيابة العامة ونهيئة النيابة العامة نتقدموا الهيئة القضاء الوسط المحكامة الوسط الجلسة ويحكم ان احنا علينا القاضي لا يريد ان يحكم علينا ساعدة القاضي يعني انا كنت طلب القضاء بصفة عامة انا مشتل رئاسة النيابة العامة المجلس الاعلى للقضاء وصيف الطولي قالوا لي احنا ما عندنا ندروا لك خسكتات دوسي ديالك في النقد والابرام وانا مدفعت للنقد والابرام انا طالب الناس ديال النيابة العامة ديال المدينة الجديدة باش يستدعوا هاد الناس هادو ويستدعوا يكونوا مرفوقين ببنتي وندخلوا التحقيق هادك التحقيق يعني هو المواجهة يعني بحث شامل في الدوسي هذا باش نخرجوا من الدوسي هذا رجل اتقهرت سر من عشر سنين وانا سنستبقون جري طالعه 12 عام وانا سنستبقون جري ديما كلمات الحفظ ديما كلمات الحفظ انا بغيت نخرج من هذا الحفظ انا بغيت المواجهة مع هاد الناس هادو وبغيت هنا نشوف بنتي وبغيت هنا نشوف بنتي تجي معايا لدارنا تعرف عمامها وتعرف بها سيدها وتعرف الام ديالي توفات مش تشاش يعني البنتي ما شافتش الام ديالي اش اللح واج وش الي كنا في دولة الحق و القانون انا كن اكدها الى كنا في دولة الحق القانون هاد الناس هادو كن اكد على المواجهة كما هاد الورقة هادية اي كتبتها هي عند كاتب عمومي الاقوال ديالي اللي كينين هنا يعني هما اللي غير يخصوم يكونوا يعني كما تقدمتني الهيئة النيابة العامة يعني انا كنطالب بالمواجهة في النيابة انا كنطلب من الناس بالنيابة يستدعيوا هاد الناس هادو اللي مواجهة وكنشكركم وكنشكر اي شخص اللي غنطلبها من السلطة مكان اكد من السلطة دينة جديدة باش يستدعيوا هاد الناس هادو وندخلوه للتحقيق اذا كنت انا ظالم حكموا عليا كانوا هاد الناس هادو مزورين او لدي ناصب او لكينش متئر شخصية او لشي حاجة يعني سوما يخذوا حقا في القادة عمليه او لدي للعيقات المحكامة ليس نصبتي وانا مختراة وانا اذهل ونأتي 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 مدد هذه 10 سنال في 2022 انهر للرمدان لابد انت عايرة الهيئة القانونية وصيرتني باسته شهر لحبس يعني انا ماشي وجهة هذه للحبس ومعمرني نويت نمشي للحبس ولكن السبب ديال هذا الدوسية ولسيرتني للحبس حتى هنت الهيئة القانونية والهيئة القانونية حكموا ليا بست شهر ودوزتها وارضيت بالحكم ولكني اللي ما راضيش به هو علش ميدور ناش المواجهة علش انا انت حرم من بنتي علش انا كبع انني ماشي مواطن مغريبي ما عنديش حق في القاضاء ما عنديش حق في بنتي ما عنديش حق في شي حواج يعني علش انا بغيت نشوف هذا القاضاء هذا بغيت ننازهه في القاضاء كان طالب من الناس القاضاء بصفة عامة داخل المغرب بصفة عامة انا كنقولها وكانوا اللي نأكد عليها وكان طلب من صاحب الجلالة بانني نأخذ حقه في القاضاء ونأخذ حقه في النيابة العامة وهذه الناس هذين يستدعوهم وإلا كانت شي حاجة ماشية هذيك يقدوننا انا كان طلب بحث كيفاش انا اتزوجي لي وكيفاش انا البنية تزادت عندي وما تلقيتش اللي يساعدني باش نصوب حالة المدنية باش نشجلها وكيفاش نصبوا عليها بحقدة الزوجية ديالي لمدة دي العشر سنين يعني بغيت نعرف كل شي بغيت طالب تحقيق يعني فوري وكانت اكد وكيفاش نصبوا عليها وتقوليوا تكذبوا عليها وتقوليوا تسيطوني بالحافظ ولا تسيطوني لا سننتهيش الانتهي للي لها بطلقبر لأنه درام ولادي وخصوص بنتي لانني لا سننتهيش لانني كنقول له وكنأكد عليها انا كنت طلب من الناس السلطة يستدعي من الناس و ندخلوا للتحقيق و ندخلوا للهيئة القاعدة المحكامة عند السيد القاضي كما حكم علينا السيد القاضي انا موافق كما حكم عليها بس شوارتي للحبس خلاص يحكم عليها يخذ لي حقيقي لانني اتعدبت و تمحنت و اتلح ويجي و كان عشت بعد مرة شبه متشريد بانني بالحكم انني صنعني عتقاليدي و كان كن خدام و مرة ما كان كنش خدام بسبب الدوسة هذا و بعد مرة كنت تكون عندي الخدمة و لم يكن مشيش الخدمة لاش باسباب الدوسة هذا ما يمكن مشيش الخدمة و نخسرها لمواليها او لشي حاجة كما نفكر في الدوسة و نقال حسبه انا اطلب حل كنطلب من صاحب الجلالة و من هيئة النيابة العامة و من القضاء بصيفة عامة بحل بحث في هذه القضية و انا كن اكد عليها و كنطالب بالمواجهة و كنشكركم و كنشكر المغاربة داخل الواطن و خارج الواطن و كنشكر اي شخص او لها جت على خاطركم شي مساعدة كيفاش هاد الناس ندخل معامل المواجهة و كنقولها انه بالولا راني ما غندير محامي في الجلسة اللولا راني ما غندير محامي اعتلى الجلسة التانية يمكن لندير محامي بغيت نتعرف على هاد الناس بعدها هاد الناس اصلا انا و نوخي دوزهم حدية ما نعرفهم انا بغيت نتأكد منهم و نعرفهم زيان على حقيقتهم شكون هما و شكون انا يعني ان القضاء هو اللي غير يفصل بيناتنا و انا كنطلب من الناس القضاء تكون نازاها و يستدعيوني و يستدعيوا هاد الناس و تكون نازاها و كنشكركم و كنشكر ساحب الجلالة و كنشكر المواطن المغاربة اشتركوا في القناة